إن كانت إرادة الشعب هي المعيار ثقيل العيار فإن نهج الوحدة الوطنية والمصالحة لن يرفرف كشعار في سماء العراق لطالما خلت منه الشفافية عنوان ثابت في نهج المشروع الوطني العراقي بمؤتمر وطني قريب برعاية الرئيس الفرنسي والأمم المتحدة تشارك فيه جميع القوى وبدعوة دول جوار العراق ومنظمات دولية المؤتمر الذي يرسخ فيه الشيخ جمال الضاري الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي يقدم مكاشفة صريحة وهو يؤكد أن الفشل السياسي المتكرر منذ سنوات هو المسبب لخلق الأزمات لا خجل من الواقع فالضاري يدخل في صميم العلاج وهو إعادة النظر بالعملية السياسية وتعديل مسارها وانهيار مشروع لبنانة العراق لإنقاذ الوطن من ويلات المحاصصة التي يقول الشيخ إنها تسببت بهدر دم العباد ونهب ثروات البلاد والاتجاه نحو بناء دولة مدنية تتسع لجميع العراقيين مثال عملي مباشر على واقع الحال في لبنان الذي أوصله إلى أزمات السياسة والمال يضعه الضاري على طاولة العراقيين كوحدة وطنية جامعة تنقذ العراق من الانزلاق نحو الهاوية تحت عنوان المواطنة أساس النظام السياسي إذن هو تحذير أو دق جرس إنذار هو الذي يتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد ومع قرب المؤتمر الوطني يؤكد الشيخ جمال الضاري على صناعة وتكوين عملية سياسية تنتج إجراء انتخابات النزيهة فالمشروع يؤكد أيضا أن الانتخابات الشكلية جعلت الكثير من القوى تمتنع عن المشاركة لتبقى متفرجة ولم يقفل المشروع عن تعديل الدستور الذي كتب على عجالة فلم يخرج من عباءة الطائفية نحو التيار الوطني المستقل